أكدت الحكومة الموقرة عزمها المضي قدما في برنامج إعادة توجيه الدعم وضعت مصلحة المواطن ضمن أولوياتها ليتمكن من الاستفادة من الدعم المقدم من الحكومة لمختلف الخدمات الحكومة اعتمدت على حقائق الأرقام في طرح موضوع إعادة توجيه الدعم مؤكدة أن ذلك لن يمس مصلحة المواطن أبدا عندما تحدثت الحكومة الموقرة عن ضرورة إعادة توجيه الدعم فهي بذلك تحركت في الاتجاه الصحيح الذي لا يدانيه ريب تأكيدا منها على أهمية بقاء المواطن في المقام الأول من اهتمام العمل الحكومي وعندما توجهت الحكومة الموقرة إلى تطبيق سياسة رفع الدعم وإعادة توجيهه إلى المواطنين هي تدرك مدى حجم الضغوط التي قد تواجهها في تقويم ميزان المصرفات في هذا الجانب لغة الأرقام دائما ما تكون دقيقة لا تخالجها الشكوك ولذا لجأت الحكومة إليها كي تؤكد شفافيتها ووضوح طرحها في منطقه وهدفه وللوصول إلى تلك الشفافية وذلك الوضوح لا بد من طرح سؤال بسيط جدا من المستفيد من الدعم الحكومي الإجابة سهلة وواضحة وبكلمة واحدة الجميع ما يعني المواطن والمقيم والمسافر ما يعني البيوت والفنادق والشركات وغيرهم وغيرهم سؤال آخر يقدح في الذهن ما هي نسبة استفادة المواطن من الدعم الحكومي بين أولئك الجميع هنا الأرقام تتحدث في البحرين أكثر من 85 ألف سجل تجاري نشط في السوق على اختلاف أنواع الأنشطة في البحرين ارتفع إجمال العمالة الأجنبية إلى أكثر من 551 ألف عامل هذا إذا نحن غضضنا الطرف عن احتمالية تواجد الزوجة والأبناء فالعدد مجرد يخص العمالة الأجنبية كأفراد وحسب المواطن يستفيد من الدعم الحكومي المباشر أي المبالغ التي تدخل حسابه البنكية مباشرة كعلاوة الغلاء وإعانة الأرامل والمعاقين وغيرها وهناك دعم غير مباشر أيضا مثل دعم المؤسسات التعليمية كجامعة البحرين وكلية المعلمين أو دعم الأسر محدودة الدخل والمتقاعدين وحتى الصندوق الاجتماعي الوطني كل ذلك دعم يخضع إلى اشتراطات تنظيمية ما يعني أن ليس جميع المواطنين مشمولين به ولكن ما نعنيه هو الدعم الأكبر والأضخم وهو الدعم غير المباشر والذي يستفيد منه الجميع دون استثناء كالكهرباء والماء مثلا والذي يتجاوز دعمها ستمائة مليون دينار أو السلع الغذائية الذي يتجاوز دعمها مائة مليون دينار ناهيك عن دعم المحروقات الذي يصب في خزانات الجميع دون استثناء ما جعل الدعم الحكومي شراكة بين الناس كالنار والماء والكلأ بقي أن ندرك أن الدعم الحكومي للسلع والخدمات بلغ نحو خمسة مليارات وتسعمائة مليون دينار خلال الأعوام الخمسة الماضية فكم نسبة استفادة المواطن منها من هنا جاءت الوقفة الطبيعية لعادة توجيه الدعم الحكومي دون مواربة أو تهويل محمد بعيدة لنشرة الأخبار تلفزيون البحر